السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب لعبة goal of duty موبايل او وارزوني او كود وارزوني او goal of duty وارزوني المهم طبعا انا من نظرة الشخصية يعني انا بشوفها هي شغلة حز يعني الفوز باللعبة شغلة حز ولكن في كمان يعني اشياء انت بتعمله خطأ او اشياء انت بتعمله صح وما بتفوز او بتفوز على حسب ولكن انا عم محكي من نظرتي الشخصية اهم اهم شغلة في اللعبة طبعا متل ما شايف هذا وقف يعني طبعا انا وقفت شوي بس انا بحاول اتحرك يمين اشمال طبعا انا وعم ارمي او هو عم يرمي علي اللهم صلى على سيدنا محمد شوف هلا هون في شغلة بتخصيص السلاح طبعا تسعين بالمئة ما عاملين تخصيص السلاح يعني بينصدم اني ليش بيموت من اول طلقة او ليش هو بيرمي على شخص وشخص تاني يعني الشخص التاني ما بيموت يعني في شخص بيرمي عليك مجرد طلقتين ثلاثة من اول رشقة وانت بتجي عم ترمي عليك كتير ما بتموت طبعا هاي دي بترجع لتخصيص السلاح وفي نقطة تاني الاغلب يعني لما بيشوف طلقات بالارض بيجي بشيل الطلقات طبعا لما بتشيل انت الطلقات هاي اكبر خطأ سيبو هو اتوماتيكي يشيل الطلقات يعني لما انت بتشيل الطلقات ما للسلاح الالك انت عم تعمل مثل اذا عم تستخدم طلقات خلا بيه طبعا والصفيحة الصفائح من الضروري تشيلها يعني اي صفيحة بتشوفها طبعا هيضافوه جديدة اي صفيحة بتشوفها شيلها طبعا متل ما شايفة بس انا هون مقسرع شوي لان الشغلات المالة لازمة انشلتها فورا اللهم صلى على سيدنا محمد الصفائح طبعا متل ما تلك انا شيلة لما بتاخد ادرالين هاي اللي بتزيد يعني بتسوي مية وخمسين طبعا منو الضروري تضيف الصفيحة يعني متل ما بيقولوه طبعا شوف هلا متل هادا كيف دخل هيك عليه طبعا وهو علما انو انتبه انو في حدا جوا ولكن انا كنت مستعد متل ما بيقولوه اللهم صلى على سيدنا محمد طبعا هلا انا شوي شوي رح احكي بالفيديو شوي شوي رح احكي بالفيديو هلا انا بالعادة بصراحة ما بستخدم هذا الكشاف انا بستخدم شو بيقولوه هاد السكوتر اللي بيطيرو فيه ولا ما بعرف شو اسمو بأنسين هلا شايف كيف انا انا ما عمشي يعني انا ما عمشي للاعب يشيل السلاح انت لما تجبرو انا متل ما عتلك لما بتجبرو يشيل السلاح طبعا هذا رح يضرك يعني ما رح يفيدك هو رح يستبدل الطلاقات الخاصة بالسلاح نفسه طلاقات تاني وما رح تكون متل ما بيقولو مخترقة طبعا هلا هوني الدروب نزل نازل عندي هون هلا انا رايح اكتشف اذا فيه حدا يعني مدار مدارة لا فيه اشخاص بيجوا بباشرة بيروحوا على الدروب بياخدوا بدون ما يكتشفوا بيكون فيه حدا متل ما بيقولو ناطرون حتى يجي يوقف جنب الدروب حتى يتلون بالاخير بيجي هو بياخد الدروب بكل ابسطية هلا انا هوني يعني رحت اخدت لفي ورجعت لاخد الدروب يعني متل ما بيقولو اني ما في حدا هلا شوف كيف انا رحت هيك شوي وغلق بديرت ارجع ااخد واخد ناص بس لا حتى اكتشف اني اذا فيه حدا جاي ولا ما في حدا جاي لاني بيجوز اللي انا وعم ااخد الدروب يكون حدا جاي من وراي وياخد اللي فيه 90% او 95% يعني انا هذا اللي بشوفه طبعا هوني بس طعت انا شوي من الحديث هوني اختار سلاح تم تخصيصه هادي من تخصيص السلاح ضروري تعمل تخصيص سلاح ضروري ضروري تعمل تخصيص سلاح طبعا هلا انا اخدت الاكي وهلا بعدين رح بدلو اذا نزل انفور رح نزلو يعني رح بدلو عملو تبديل هلا متل ما شايف تشوف انا كيف طالع لفوق وانا متل ما بيقولوا اصفر رح يعني متل ما بيقولوا اعمل تمويه وعدون هلا انت بتشوف اللي كتير الناس اللي عمي عدوا ينشروا على اليوتيوب انو شو بيقولوا جلد جلد وما بعرف شو طبعا ليش ما بيحطوا الخسارة فانا بيستغرب ليش ما بيحط الخسارة الالو طبعا انا رح نزل فيديو اني انا خسرت فيديو كمان جهاز عندي هو بصراحة انا خسرت ورح نزلو يعني بس خسرت يعني بطريقة متل ما تلك انا بترجح هي شغلة حز متل ما شايف هذا كمان راقد وبدون ما يتطلع ورا بدون ما يروح يمين شمال معاني شافني عم ارمي عليه لا نط ولا عمل يمين شمال ولا صار يصحط ولا شي متل ما هو عم يرقود هلا الزوم لما بيصغر وبيكون فيه خمسين او اربعين يعني لا تهتم فينك تلحق تعيش يعني بكل اريحية فينك تلحق تعيش بصراحة انا انا ما محضر اني شو بدي احكيلك انا ما محضر ولكن بس انا بدي فرجيك في بعض الاهل يعني الاشخاص كيف بيخطئوه وما بيفوزو يعني 90% متل ما اقولوا ومانين بالمئة خلينا نقول 80% بيخسروه وصعب يعني حققوه شي لقدامه انا قتلك انا بالعادة ما بيستخدم الكشاف بيستخدم هذا السكوتر طبعا شوف انا كيف بيطلع وراي يعني كلما امشي خطوطين ثلاثة بعمل لفتي وراي مش هما حدا ييرمي علي مثلا من ورا اوشي واكتر الناس انا بيقتلون هيك يعني طبعا متل ما تاكن باخد لفي وبرد برجها على ال بدي اخد الانفور يعني لا تهتم باول اللعبة او ب نص اللعبة لا تهتم للزوم يعني بتلاحق خاصة يعني اذا في جنبك دراجة اوشي اوشي تحفل هاوش المكان اوشي تحفل تحفل وماыش تطربي تتاكد لا يمكن تهم ادريلين او دم او سعافات اولوية طبعا وهذا جاي راقيد وخلص هيك المهم راقيد يعني هدي المفروض الشغلات المبتدئين انا بحكي للمبتدئين المفروض الشغلات هي انتبهوا علي يعني انا المفروض اللي عبي ادريلين طبعا ما في حدا ما في مشكلة انا رايع على الدبابة رح اخد الدبابة واخلص مني يعني رح ارتاحنا للدبابة يعني 90% و95% بصراحة بخصار كله من ورا الدبابة يعني معاني في شغلات يعني انا قاتلة كتير للدبابة ولكن شوي صعبة يعني المصراحة يعني ما عملكون اني مشكلة الدبابة يعني صعب تهرب منها طبعا خليني اخلص منها للدبابة لاني ما بحب استخدمها بصراحة باللعبة ما بحب استخدمها يعني بحسها الظلم نازلة باللعبة ظلم و بدي هلا يعني بدي كبها للدبابة بدي ارمي الدبابة بالماء بشان ما حدا يستخدمها و بدي احاول يروح على منطقة بدون ما انزل بالماء لاني اغلاب يعني متل ما يقولوا بيستاضوني او بيستاضون بيكون بالماء خلونا بس نشوف وين عم يتعلقوا مع بعضهم طبعا اي واحد جاء ايه يعني شوفوا معقول ما شايفني عم يطلع على يمينه منين عم يجي عليه الرمي يعني ممكن اللي يعطني هو فوق يعني هو المفروض يقتني ولا كليش بلكون اني خلص ان انت ضمن المحيط ضمن الدائرة خليك يعني بعيد عن العالم خليك شوي شوي انتبه شوي شوي طبعا ما في حدين انا رايح روح على مكان مشان ما انزل بالمي انا راح بعد شوي شوي عن المي طبعا ايه واحد وارا سيجرى عن جد ما شفتوك اينا عن جد ما ما انتبهتالي هلا بدي روح ايه يعني ما راح انزل بالمي مباشرة متل هلا بعض الاشخاص راح ينزلوا بالمي وكل اللي بدون ينزلوا بالمي راح اصطادهم طبعا متل ما شايف متل ما حكيتلك كل ما رجدت شوي خد لك لفتي يعني اعمل لك لف اللاعب مشان يعني تشوف اذا في حدا وراك مشان ما يجي غضرك يعني انا قتلك 90% و95% من يلي بيطلهم بيطلهم بهذه الطريقة يعني 90% يلي بيطلهم بهذه الطريقة بيكون راقد وخلاص ما بيعطي يعني ما بياخد لف الظهر مثلا بيلتفت لورا منه ليشوف مين راقد ورا منه أو مين في حدا ورا منه أو شي لا خلاص ما هم يرقضوا خلاص طبعا اي واحد بلبو الماي رح نتلو بالنفور بتلق الناص يعني هذا خطأ جيد وهي كلها بعضو خطأ طبعا تخصيص السلاح انا راح احكي بموضوع تاني مشان تخصيص السلاح وخاصة الدمية اللي بتاخده انت الادريلين والطبية والسعفات الاولوية وتوقف النزيف طبعا راح احكي فيهون بموضوع تاني هلا هي بالعدادات التفينك تزوية بالعدادات يعني تزود او تنقيس يعني هي بيعتقد الاكتر ما بيعرفوا طبعا شوف كيف حتى انا وبالماي وقفت قبل ما امشي وعمل تفت وراي اذا في حدا او ما في حدا طبعا ما تمتلكون ما راح نزل بالماي راح اطلع فورا لسا فيه ثلاثة كل يلي بدوا ينزل بالماي راح نصطاده بكل سهولة وهذا مثل ما تكون اكبر خطأ هني تأخروا يعني تأخر طبعا هاي واحد راح نصطاده بالقناصة يعني هذا اكبر خطأ اللاعب بيقوم طبعا لسا فيه واحد يعني بس ايكي بس حبيت اني ينبه على شغل اني ات وراجد التفت وراك خدت الادرالين على طول يعني ما تاخد طلقات ملائلاء طبعا وبس ايكي بيقوم انتهاء فيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته